طلب وقف إطلاق النار لسماح بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة والوصول إلى من يحتاجها وهذا يسلط الضوء على أهمية إصلاح النظام الحوكمة في هذا النظام فنحن نرى صورا عن أطفال يعانون ومدنيون آخرون وهم يقصفون ويتعرضون للقصف وبالتالي نحن في جنوب أفريقيا ندعو إلى اتخاذ تدبير فعالة لإصلاح الوضع أولا من خلال وقف فوري لإطلاق النار ثانيا إنشاء ممرات إنسانية لإدخال المساعدات ثالثا ممارسة ضبط النفس من قبل كل الأطراف وعدم صب الزيت على النار في هذه الحرب غير العادلة والمعاناة غير العادلة للشعب الفلسطيني بما في ذلك هو وقف تزويد الأسلحة للأطراف المتحارب هذا العنف ليس مقبول وبالتالي ينبغي أن نطالب بوقف مباشر لإطلاق النار كأعضاء في مجلس البرلمان في جنوب أفريقيا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر